بدأ فن النحط مع بداية الإنسان من الحضارات القديمة ووجود الأكثر هو من الحضارات القديمة فمنها أقدم حضارة حضارة المصرية القديمة حضارات بلاد ما بين النهرين كذلك الحضارات في شبه الجزيرة العربية مثلا في حضارة دلمون وحضارة تايلوس في آثار موجودة إلى التماثيل وممكن كان الحضور الأبرز للحضارة يمكن الفرعونية ولكن الأجمل والأشمخ كان عند الحضارة الإغريقية والرومانية نشوف كل الحضارات على مدى تاريخ الفن الإنساني كان الفن النحط وكانت الفنون ملازمة إلى الإنسان وكانت تصور معتقداته وأفكاره وتوثق لحظاته وتاريخه يعني اليوم نحن نشوف ما قدرنا نتعرف على هذه الحضارات إلا من خلال هذه المكتشفات في الحضارات القديمة أنا خص يعني بالذكر جزيرة البحرين أو جزيرة دلمون قديما موجودة كثير من المكتشفات تعرفنا فيها على أكثر من أسلوب ميزنا بين حضارة دلمون وحضارة تايلوس حضارة تايلوس هي كانت في الفترة المسيحية ونشوف التماثيل كانت توظف في وضوحها على شواهد القبور أو على الجنائز فموجودة هذه المكتشفات إلى اليوم وهذا اللي يخلي فن النحط فن شامخ بلدان وعواصم ومدن الدول العالم الكبرى نجدها اليوم مليئة بالتماثيل التي تزين الشوارع وتحكي قصص وتاريخ وأفكار وتوجهات وتطلعات هذه الشعوب من خلال هذا الفن فن النحط خاصة بأن مثل ما وضحت في البداية فن النحط هو فن مقروء بكل بساطة وسهولة أمام كل الجمهور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر